السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكننا تفعل بيضاغوجية التعاقد كيف ما وعدناكم أولا سنرى كيف هي البيضاغوجية تحريف البيضاغوجية البيضاغوجية هي كلمة من أصل يوناني يعني جسمن الأصل يونانيا وهو العبد الذي يرفق الطفل إلى المدرسة هذا هو التعريف الأصلي للبيضاغوجية والأصل لها من الجسمن سنرى تعريفها في مجال التعليم أو التربية والتكوين هي مختلف طرائق التدريس يعني هذو جميع الطرق اللي ندرهم باش ندرسوا هذه البيضاغوجية حسب واحد العالم هنا فيليب ماريو إنها تفكير نظري في ممارسة بغية طويرها وتجويدها وإيجاد طرائق تمكنوا من الحصول على أكبر قدر من المردودية بأقل جهد من العمل يعني البيضاغوجية هي مالك الطرق اللي كنستعملوا هي مجمع دي الطرق اللي كنستعملوا باش نحصلوا على مردودية أكبر وبطرق وبالجهد أقل ثم أيضا من بين هذو البيضاغوجيات يقولنا غذي نهدره على بيضاغوجيات التعاقد هي تنظيم لوضعيات التعلم عن طريق اتفاق متفاوض بين المدرس والمتعلمين يتبادلون بموجبه الاعتراف بما بينهم قصدة حقيق هذف ما سواء كان معرفيا منهجيا أو سلوكيا يعني واحد الاتفاق كيديروا أستاذ أو كديروا أنتك أستاذ بينكم بالمتعلمين على أساس مثلا إلا داروا تمرين معين غذي تعطيهم جائزة معينة إلا داروا مثلا بحث معين غذي تعطيهم كذا وكذا يعني كديروا واحد الاتفاق بينكم بينكم بالمتعلمين على أساس تحفظ أنت على ذلك الاتفاق من جيشك كطرف ويحفظهم على ذلك الاتفاق هذا هو التعاقد من جيشهم كطرف آخر اللي غذي يقوم بذلك العمل هذا هذا يسمى تعاقد بينك وبين المتعلمين ثم سوف ندخل الأسس من بين الأسس المبنية لهم هذه الفيضاغوجية التي هي الفيضاغوجية التعاقد كان الحرية والالتزام بالفعل خاص كل طرف يلتزم بالتعاقد للدار يعني يدير الواجب دياله والتفاوض حول بنود العقد يعني كالتفاوض المتعلمين ديالك غنعطيكم هذه اللغة تعطينا هذه اللغة نديرو يعني تفاوض على بنود العقد ثم الإنخيرات تم في إنجاح التعاقد إنخيرات سواء من طرف كنت أو من طرف المتعلمين باش ينجح هذا تعاقد هذا يعني هادشي اللي كتتفاوض عليه ثم غنشوفوا الأهداف ديال بدغوجية التعاقد هي تشجيع المتعلم على التغيير يعني باش يبدأ من راسه ويحاول يغير راسه والنمط دياله وتطوير آليات التفكير الإبداعي نطوره هذوك الآليات ديال التفكير عند المتعلم والإبداع دياله ثم استثمار الخطأ باعتباره أذات للمعرفة كيف مقنى خاص الخطأ ما يكون شعيب يعني خاص يكون أذات للمعرفة أيضا تنمية الذات لأنه يشجع التعلم الذاتي ثم تحقيق التوافق الإجتماعي وهذا التوافق الإجتماعي هو القدرة على حل المشكلات والحوار والإقناع يعني يكون عند المتعلم واحد القدرة على الحوار واحد القدرة على حل المشكلات اللي غادي يكون عنده ولا اللي غادي يوجهه في الحياة دياله تنكونوا تقريبا هنا هاد بيضاغوجية التعاقد ننتظروا إن شاء الله بيضاغوجية الإدماج في الدرس المقبل نتمناش كونوا نصلاتكم من الفكرة وما تنسوش تخليوا لناشي كومنتير زوين في التعليق وديرو جيم وتبارسجي وتشتلك القناة